موسيقى مساء الخير وأهلا بيكو حل أجديدة وكلمة أخيرة نهاردة عندنا حلقة فيها ساعة إخبارية كالعادة ثم فقرة في ساعتنا الإخبارية إثيوبيا تعلن بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة ومصر تعتبر هذا التصرف أو هذه الخطوة إمعانا للتصرفات الأحدية وخرق جديد لإتفاق 2015 وعندنا خبر تاني الحقيقة نتكلم فيه عن السرعات المرتفعة في القيادة هذه السرعات التي تتسبب في حوادث قاتلة يومية على الطرق المصرية بأن كذا يوم بنتكلم على أخطاء بشرية وأننا بنحسن الطرق وبننفق مليارات من الموازنة العامة للكباري عشان تغير اليوترن عشان تحسن الطرق الآن نحن في حاجة لقانون مرور حاسم وفيه غرامات ينص على غرامات قاسية جدا وأوقوبات قاسية لأن الحوادث أصبحت يعني كثيرة جدا وقاتلة في كثير من الأحوال أما في فقراتنا الثانية فحنترح سؤال بيدور في المجتمع المصري حاليا هل المرأة حق في أموال زوجها؟ خاصة بعد الطلاق والوفاء غير ما يحدده الميراث؟ السؤال ده مطروح بعد إعادة إحياء الأزهر والإمام الأكبر لفتوى حق الكد والسعاية اللي بتبيح أن يكون للمرأة نسبة في أموال زوجها قد تصل للنصف في حال الطلاق أو الوفاء قبل ما تاخد الميراث يعني كده يعني مثلا الزوج توفى لقدر الله قبل ما نقسم الميراث الست تاخد حقها بره الميراث ثم تاخد فلوسها بالميراث نفس الشيء بالنسبة للطلاق ليه بقى؟ لأنه يعني المرأة طبقا لهذه الفتوى ساهمت في تنمية ثروة جزها وده حقيقة طبعا والمرأة طبقا برضو لهذه الفتوى برضو ممكن تكون شاركت في البيت ممكن تكون أجابت حاجة عملت حاجة فده حقها طول هذه العشرة من السنين سواء بعد الوفاء أو عند الطلاق طب يا ترى هذه فتوى عظيمة الحقيقة طب يا ترى هل يقبل الرجال؟ ممكن الرجال في مصر يقبلوا أن هم يدوا زوجاتهم يكتبوا كده للستات أو الستات يكون لهم نص فلوسهم زي ما بيحصل بره؟ هل في قانون يضمن تنفيذ ذلك؟ يعني احنا الوقت عندنا فتوى تشريعية، فتوى شرعية الآن نريد أن تكون تشريعية علشان نقدر أن احنا ننفذها طبعا الفكرة دي موجودة في المغرب الفكرة دي مش فكرة غريبة هي موجودة في المملكة المغربية بتطبق في المغرب بالقانون أيضا موجودة في أوروبا وأمريكا، كلنا عارفين أنه في أمريكا بس تطبق على الرجل وعلى المرأة، يعني ست تاخد نص فلوس جزء وهو يعني في النهاية هو ما بيقسمه الدخل الآن بعد هذه الفتوى هل تحصل المرأة على نصف ثروة الرجل؟ أنا عجباني فكرة جدا، فكرة هيلة عندنا مناظرة النهاردة، هنعرف رأي الناس وهنشوف الفكرة دي هل سيقبلها المجتمع ولا هيرفضها يا لابتك